هنأ رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بأطيب اتهان القلبي الرئيس عبدالفتاح سيسي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد كما هنأ مدبولي أعضاء الحكومة وجميع المسؤولين في مواقعهم وجموع الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة وفي الوقت ذاته وجه التهنئة لأبنائنا من المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد داعينا الله أن يكون العام الجديد عام خير ونماء على هذا الشعب العظيم